أسعد الله وقاتكم مشاهدين مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الإخبارية الجزائر اليوم انطلقت اليوم خارطة الطريق للخروج من الحجر بصفة تدريجية ومارنة أيضا في أن واحد وذلك بتطبيق مخطط لاستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية وحتى الخدماتية على مرحلتين سنتحدث اليوم عن رأي التجار ورأي المستهلكين أيضا في طريقة رفع الحجر الصحي ما الذي يجب أن يكون وهل فعلا يمكننا الوصول إلى المبتغى من خلال هذه الخارطة خارطة الطريق للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من سيد الحشطار بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مرحبا بكم سيدي أهلا وسهلا ويحضر معنا أيضا ممثل عن المستهلكين سيد محمد عيساوي رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك حمايتك مرحبا بكم سيدي شكرا على الاستضافة شكرا لتربية الدعوة قبل أن نبدأ في النقاش أدعوكم وأدعو أيضا المشاهدين إلى متبعة هذا الموضوع الذي أعدته الزميلة ليندا مكي صباحة اليوم مع التجار والحرفيين أيضا والمستهلكين في موضوع استقصائي حول ظروف رفع الحجر الصحي في مرحلتها الأولى أستمشى سكان العاصمة بداية من هذا اليوم بفتح بعض المحلات التجارية وهذا لخروج من الروتين القاضي الذي مرس علينا بسبب هذه الجائحة فبالتالي ثلاث شهور ونحن في البيوت فقط كل صراحة عانينا الأمرين يعني كنا في الحياة الطبيعية نشتغل ونخرج كل الأشياء الجميلة الموجودة في بلادي كنا نستمتع بها ولكن بهذا الوباء القاتل الذي فرض علينا أننا نبقى في منازلنا ولكن الحمد لله تدريجيا نسبة الارتفاع للمصابين بدأت تتقلص نحن حلينا الضوكاء اليوم الحمد لله قالوا نحلو ولازم واحد يأخذ إجراءات ما يكونش اكتظار حانو تدخل زوشعيبة ثلاثة ويكونوا الناس وعين واحد يأخذ احتياطاته يدي لعبابات يمسح يديه نحن أصحب المطاعم السريع والبيتزيريا اليوم إن شاء الله نتكلعوا لاربي باش نحلوا الحواني التارعنا حدوكة كيف تحنا لازم يتأخذ الإجراءات الوقائية ديالو ما عندك البابات وابليغاتوار الكليون تاني كوبليغاتوار لا ديستانسان في الكليون الصرف تانيك لازم ديزانفكتة الدخل تانيك ما عندك لاشين البرة لازم تنظمها تانيك التزام التجار والمواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية كفيل بضمان سلامتهم وسلامة الزبائن من فيروس كورونا لازم تكون مسافة لازم تكون الكمامة هذيك ماشي ملحوين البلايس وين كان مزفغة شي فيها وحد ما لازم شي فيتيهم لازم لازم هذيك كيم يقولوا الإجراءات هذوك مضرورية ضرورية بزف بزف الشعب الله غالب لازم يفهم بلي يقد حضروا يلبسها بلكمامة وما يصافحش ما يسلمش ولا ديستانس الزبون اللي معاه دانك هذيها ان شاء الله فيها خير ان شاء الله يفهموا بلي لازم يديروا هاد شي باش يقدروا يحلوا وقع المحلات والناس تخدم وهو يلقى واش يشري يلقى واش يدي وتعوتوا لي كما كنا كان عندي شغال لازم بزف مصافي بليزيغ يكونوا حاليا لفاس فود يقد دي جاوين ناكل وين نشري باخ كونت خلازم معا سمعت باللي في الحجر في رمضان نتحلوا لفاس فود وشنو كانوا 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 عند الإصابات ترتافة فماذا بينا يفتحوا لفاس فود وشنو الإجراءات تكون من طرفين كسوس ومعند المواطن اللي رأوا يجري يشري وماذا بيحافظ على صحته وعلى صحت غيره ولا من عند هاد الفاس فود اللي لازم هم تاني يتخذوا الإجراءات اللازمة بشي يحافظوا علينا العودة إلى الحياة الاقتصادية وفتح المحلات التجارية لا تعني الخروج من أزمة كورونا دون مراعاة شروط الوقاية نعود إلى البلاتو وأبدأ معكم سيد الحج طهر بولنوار نرى العديد من النشاطات الاقتصادية والتجارية استأنفت اليوم ما رأيكم في هذه النشاط في نوعية النشاطات التي استأنفت في هذه المرحلة الأولى الحاسية لحج طهر بولنوار هل تفي بالغرض؟ وهل كل النشاطات الاقتصادية الضرورية دخلت في هذه المرحلة الأولى لحج طهر؟ نعم أولا الجمعية الوطنية للتجار والحلفيين ترحب بقرار الحكومة القاضي بالعودة التدريجية إلى الحياة الاقتصادية ومن خلالها فتح محلات التجارة والحرف والخدمات على مرحلتين الأولى معتها السبعة جوان اليوم والمرحلة الثانية إن شاء الله 14 جوان طبعا ترحيب هذا لسببين السبب الأول لأن هذا كان مطلب أساس للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين منذ أسابيع عديدة حتى أنا مرة هنا في الستوديو عندكم طالبنا الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالعودة إلى حيث الاقتصادية وفتح نشاطات التجارة والحرف ثانيا لوضحة للمعاناة الكبيرة التي كان يعيشها التجار والحرفيون الذين توقفت نشاطاتهم وأغلقت محلاتهم نعم إذن اليوم الحمد لله تحقت مع التنفيذ مع تاب برنامج البداية تحقت وحزب الأصداء من الولايات عن طريق ممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بمختلف النشاطات تمت ملاحظة وعي مع تكبير بالنسبة للتجار والحرفيين بضرورة التقيد بشروط الوقاية لسببين أولا الضرورة هذه تستدعيها الرغبة في المحافظة على أرواح تجار والحرفيين أنفسهم وكذلك المحافظة على أرواح زبائنهم والسبب الثاني أو الضرورة الثانية هي أن جميع التجار والحرفيين ذاقوا مرارة الغلق ذاقوا مرارة الغلق وخاصة أنه مروا بتجربة في رمضان وانفتحت بعض المحلات ثم أغلقت بعد ذلك لعدم احترام شروط الوقاية سواء من عند التجار والحرفيين أو من عند المواطنين إذن لاحظنا اليوم الحمد لله ممكن وعي كبير والدليل على ذلك أن معظم المحلات التجارية التي شرعت في نشاطاتها اليوم أصحابها كانوا ملتزمين بشروط الوقاية تمرضين على النشاطات التي عادت سيد حج طهر نعم أكيد لأن النشاطات نحن في القرار هذا الذي أصدره سيد الوزير الأول لا كان نشاطات تعود ونشاطة لا تعود في قرار العودة إلى الحياة الاقتصادية معناه فتح جميع النشاطات التجار والحرف على مرحلات فقط أنه تقسيم لمرحلتها بعض الدول قسمت العودة إلى الحياة الاقتصادية ثلاث مرحل وأربع مرحل نعم والثانية ليست مدة طويلة أسبوع فقط وخاصة أن نظن بأن القائمة هذه اعتمدت على أنها ممكن هي النشاطات التي يمكن التحكم فيها بسهولة أكبر الأمر الثاني ممكن أن نطموه في الأسبوع الثاني حتى أنه نتعرف على ما كان من الخل الخلل وين الخلل وين نقصه لكي نتفادوها في المرحلة الثانية سمعني سعود إليك سيحاج طهر بنور حتى نشرك معنا سيحاج محمد عساوي قبل أن ننتقل إلى محوار آخر وهو الآن المستهلك ستكون على مرحلتين تفتح المحلات التجارية وأيضا الأنشطة الاقتصادية على مرحلتين كجمعية للمستهلك كيف استقبلتم هذا القرار أولا بالنسبة لمنظمة حميتك الموقف تحى واضح وأن الأمر هذا من أجل أن نعود إلى الحياة العادية بطريقة تدريجية هو أمر إيجابي لما نعود إلى موقعها في شهر رمضان ونحن شفنا الأثر السلبية لذلك الفتح الفوجائي وشفنا الأثر النقطة الأولى النقطة الثانية الفتح التدريجي أولا بالنسبة إلى التجاري يكون عندهم مهلا أنه يقوم بتطبيق هذا البروتوكول الصحي الذي هو إلزامي على التاجر كذلك أنه على غرار ما شفنا حتى بالنسبة إلى في العديد من البلدان من أجل مقارنة أو مقاربة بسيطة وكان هناك نجاح بالنسبة إلى هذا الفتح التدريجي وتأقلم التاجر وحتى بالنسبة إلى المستهلك لإحترام كل إجراءات الوقائية هذا يخلينا نقوله بأنه على التجار لجب أن يحترموا كل هذه الإجراءات ونحن كان نظرتنا استباقية من أجل من وقعوش في ما وقع في السابق لأنه كان هناك فترة تقييمية حتى بالنسبة للتاجر وحتى بالنسبة للجامع كان هناك فترة تقييمية في الفتح وهي 15 يوم يتم تقييم هل هذه العملية نجحت أو لم تنجح من ناحية الصحية وانتشار يعني هذا الوباء الكورونا المستجد وباش ما نعودوش نوله إلى الغلق اللي يكون عنده أثر سلبي على التاجر وحتى بالنسبة إلى المستهلك اللي يريد أن يستأنف حياة أو يعني معايشة هذا الوباء بطريقة يعني سلمية وتكون تدريجية يعني بصفة عمل الجامع جاي لكن الحشطار بنوار الآن عدم العودة إلى الغلق وتكرار تجربة ما حدث في رمضان لأن يقعوا على مسؤولية التاجر لأنه حتى في البيان يحدد هذه المسؤولية ويقول عليهم بالامتثال وسيخضعون للغلق حتى إن بدر عدم احترام الإجراءات من عند الزبون نفسه سلح حشطار نعم صحف القرار جاء ضمن أن مسؤولية الإخلال بشروط الوقاية من الفيروس معتا أي تهون داخل المحل فيقع يتحمل مسؤوليته التاجر أو الحرفي معتا صاحب المحل لذلك هنا التاجر عنده مسؤوليتان أو مسؤولية مزدوجة يجب أن يجتهد من أجل أن يتقيد هو بشروط الوقاية وكذلك يجب أن يقنع أولا أو يلزم ثانيا زبائنه المستهلكين والمستهلكات الذين يدخلوا للمحل بضرورة تقيد بشروط الوقاية حتى أنه مدام هذا فرق لازم التاجر هو المسؤول صحيا على نفسه وعلى الزبون حتى أن التاجر يحق له في الأيام العادية لا يحق له طرد الزابون أو رفض دخول الزابون أو عدم خدمة الزابون الآن في هذه الفترة نقولها بصراحة أي تاجر أو حرف يحق له أن يمنع أي زابون أي مستهلك أو مستهلكة يريد الدخول إلى المحل وهو غير مرتدي للقناع الواقي ويحق له أن يمنع من الدخول أي زابون أو زابون لا يحترم مسافة التباعد الاجتماعي داخل المحل وهنا نقول ونعودها يحق له مع أن يحق له طرده من المحل هذا لأن التاجر عنده مسؤولية مزدوجة وأيضا المواطن رسالتي إلى المواطن إلى المستهلك المستهلكة أيضا لابد أيضا هو معني بشروط الوقاية من الفيروس لأن الأمراض التي كانت الحالات الإصابات بالفيروس حتى الأطيب رام يقوله حتى المستشفيات رام يقوله جميع الذين أصيبوا بل حتى الكثير من الذين ماتوا رحمهم الله الفيروس ما قاسهمش ولا ما تنقلوا ماذا من المحل التجاري كالي ملعرس كالي مضي أفجم واحد مضي هل ينغلق ثاني المنازل انتاحهم نغلق الطرق إذن ما هوش المحل التجاري هو فقط الذي يراقب يراقب المحل التجاري يراقب الشارع يراقب أيضا البيوت إذن حتى المواطن عنده نفس المسؤولية كما تاجر من يراقب هذا التاجر يعني تعرف أن العديد من التجار عنده ثلاث أشهر أنا جاي نكملك التاجر عنده عدة هيئة تراقبه أولا أعوان مفتشيات تجارة لهم الحق بمراقبته مصالح الأمن لهم الحق بمراقبة التاجر حتى القرار ماذا تضمن القرارة الحكومة الذي أصدره سي الوزير الأول ما مونحت أيضا صلاحيات واسعة للولاد من أجل أن يضيفوا بعض الإجراءات تتناسب مع ظروف ولادهم من بين هذه الإجراءات تكثيف الرقابة عن طريق سلطات البلدية ولا الولاية ولا الدوائر إذن هذه كل الهيئات تراقب التاجر إذن الآن ننتظر ماذا ننتظر هيئات ممكن الرقابة الذاتية على المواطن ننتظر أيضا ممكن شركاء أنا أيضا في الجماعية الحمد للغاية يكثفوا الرقابة تحهم على المواطن لأن تكثيف الرقابة على التاجر ماذا يعني المواطن يجعل يفهم أن الخطر يأتي من المحل التجاري لا يأتيش من الشارع من جمعيات حمية المستالك لأنها هي أقرب إلى المستالك تكثف الرقابة للمواطن على المستالك مدى ما أحاضر معنا سي عيساوي سي عيساوي الآن على حسب اتحاد التجار وجمعية التجاري يقول لك أن المسؤولية أيضا تقع على المواطن أكيد ربما المحل التجاري يغلق إذا كان فيه مواطن ملتزمش بالتدابير داخل المحل يعني المسؤولية تقع على المواطن وليس فقط على التاجر ما الذي قمتم به أنتم سي عيساوي من أجل تحسيس المواطن بهذه المسؤولية منظمة حمية قامت بوكبة وطنية فيما يتعلق هذه الفترة بحملات تحسيسية التي شملت أكثر من 41 ولا يعبر كامل التراب الوطني تكثيف هذه الحملات من أجل أن نكون عندنا مستهلك واعي بهذا الإجراءات التحسيسية إلى آخره وهذا لتامسنا أن حتى في الميدان حتى درجة الوعي أصبحت يعني تكون إيجابية إلى مختلف يعني مواطنين ولكن المسؤولية هي حقيقة المسؤولية الجامعة بالنسبة للمسؤولية المستهلك وحتى التاجر ولكن بدرجة أكثر بالنسبة للمسؤولية التاجر اسمعني سي عيساوي لأنه هنا على حسب سي طهر بولنوار أنه اللي راح يخلص هو التاجر مع أنه ماشي هو اللي حيقه يقوم بالخطأ سي عيساوي المسؤولية هي بدرجة أكبر على التاجر وحتى بالنسبة للمسؤلك لديه المسؤولية أيضا لأنه راه في المحل يجب أن يكون هناك حتى بالنسبة إلى هذا الدليل من أجل الإجراءات الويقائية الصحية وكمصطلح يعني وكانه دليل أمر اختياري لازم يكون هناك بروتوكول ويقائي صحي ملزم للتاجر يجب أن يكون هذا الشيء يعني إلزامي له حتى بالنسبة للتجار نحن نعلم أنهم يعني يراهم مروا بفترة يعني صعبة إلى آخره ربما تكون هناك يعني بعض الممارسات من أجل أنها يكون هما محاولة يعني ربح أو استرجاع تلك الأرباح يعني التي تكون ولكن عن طريق عدم الاحترام ويخلوا الناس يخلوا الناس يدخل بلك ربما هذه الإجراءات الويقائية سوف يعني يتنقص شيئا من يعني المعاملة التجارية اليومية للتجار نقولوا أن هذا خطأ سوف يتم الغلق ويتم يعني تمديد الحجر الصحي وهو أمر يعني سلبي بالنسبة للتجار وحتى بالنسبة المستهلك وحتى بالنسبة إلى المستهلكين يجب أن الالتزام بكل هذه الإجراءات الويقائية يعني حفاظا على صحة وأمن الجامع جيدوا في نهاية المعطاف وحتى التجار يمكن أن يصبح هو أيضا مستهلك لما يروح للمحل آخر يعني المسؤولية متقسمة الآن نسي الحجط بنوال كثير من المواطنين الآن يتخوفون من واحد من الأمور التي تحدث عنها سيا إيسا وهي الربحة السريع بسبب ما حصل خلالها الثلاثة أشهر ربما بعض المواطنين سيرفعون من الأسعار بعض التجار أولا نقول أن النشاط التجاري له هيئات تراقبهم في كل مناسبة عنده هيئات عنده مصالح الرقابة تضرائب عنده مصالح الرقابة على التجارة عنده مصالح الأمن للرقابة إلى آخره بل حتى نسمعه تكثر المضاربة تكثر المضاربة في شهر رمضان عدد التجار الذين سجلت ضدهم محاضر بتهم المضاربة أقل من عشر ألاف تاجر في حين أن عدد التجار ناشيتين تجزي أو جملة يفوق ستمائة ألف معنى حتى إذا كان في أعلى فترة وين تكثر المضاربة في شهر رمضان هذا حزب المتعارف عليه أقل من عشر ألاف معنى أقل من واحد في الميام اللي ممكن يضارب الأسعار الأخرى كيف نضبطها نضبطها بوفرة المنتوج نعم استقرار الطلب هذا هذا شيء والدليل على ذلك قلنا سابقا أنكم نتكلموا أسعار لحم البيضاء أسعار لحم البيضاء منذ شهر انهارت أسعارها إلى درجة أنها وصلت حتى المتوسط إلى 200 دينار و180 دينار لماذا كان هناك عرض أكبر بكثير من الطلب بعد شهرين بعد ثلاث شهر العكس قل العرض بدرجة كبيرة ومع ارتفاع الطلب فالأسعار تحرتفعت لكن هناك بعض الصلاع سيد حاشطاربون ونت تعرفوا ذلك جيدا أسعارها هي حرة تحثوا على الملابس مثلا لما سيزيد 200 دينار أو 300 دينار الآن الملابس قضية بالنسبة للملابس كما الحلوية يقل عليها الطالب خارج رمضان الآن لا يوجد ارتفاع أسعار في الملابس حتى إذا كان تفتح الأسبوع الجاي نتمنى مع ذلك حتى إذا كان محلات الملابس تفتح الأسبوع الجاي ما نشرح حين نشوفه كما قبل العيد ممكن ازديحام على تجهة الملابس شكرا للملابس الآن لدينا فتراتين يكثر عليهم الطالب على الملابس النصف الثاني من رمضان قبل العيد ولا الدخول المدرسي بالنسبة لملابس الأطفال أما البقية تفتح الملابس بشكل عادي ممكن يا ربي يدخلوا ثلاثة ولا ربع زبائن فالنهار كامل إذن ما كيف تخوف من هذا أما في قضية على الأسعار قلت أنها في قضية الأسعار ضبط الأسعار بحيث أنها في أي دولة في العالم لا تستطيع أن تنتظر استقرارا في الأسعار إذا لم يكن الإنتاج مستقرا أو الطالب مستقرا إذا أردت أن تجعل السعر مستقر يجعل أولا شيئين مستقرين الإنتاج مستقر ثم طالب أيضا مستقر منطقة السوق ممكن تقول لي سعر مدعم مادة مدعمة التخوف من ارتفاع الأسعار هنا نقول لك هنا فيها مضربة إذا كان سعر تفع أما مواد أخرى يرتفع سعرها بالمقارنة مع العرض والطلب هذه هنا شيء عادي بل حتى إذا كان الإدارة دخلت لتحديد السعر وأنا أسمح لي كان كلام لابد أن أسعره الكثير من الناس وليس ممكن لا يعرفوش يقول لك لابد أن نحدد السعر لابد أن ندخل الدولة لتحديد الأسعار تحديد الأسعار الآن العالم كامل راه ضد تحديد الأسعار ربما تسطيف ربما هاميش الربح نعم تحديد هاميش الربح نحن إن شاء الله ممكن بعد الخروج من الأزمة كي نوعد مع السيد وزير تجارة أنه نظم جلسات عمل في كل قطاع بالنسبة للفواتير بالنسبة للأسعار في هذه ممكن نتفق على تحديد هاميش الربح بالنسبة لجميع النشاطات التجارية جيد سعي ساوي في هذه النقطة وعرج فقط في هذه النقطة والله بالنسبة إلى التجار حقيقة مروا بفترة عصيبة عصيبة إلى آخره ولكن كما يقولوا بالعام يلي حاب يربح العام طويل وبالتالي لأن في مرحلة استثنائية يجب التحلي بروح المسؤولية وأن حتى سوف نتجاوز هذه الفترة ونوصل إلى بر الأمن فيما يتعلق النقطة هذه كذلك حتى بالنسبة عندما نتحدث على السوق إلى آخره يجب أن تكون هناك ممارسات تجارية التي تحترم أخلاقيات المهنة التجارة وهذا يخلينا أن يكون بالنسبة إلى التاجر يكون عنده أثر إيجابي بالنسبة إلى جلب الزبائن ويكون عنده آثر بالنسبة إلى السوق على غرار ما ينظم السوق بصفة عامة أو يقول يتحدث على أخلاقة التعامل التجارسي حجد نعم صحيح لا أخفي عليك سيرا أنه ممكن بعد أسابيع سنشرع معنا بإشراف مصالح وزار التجارة في تنظيم لقاءات واستشارات في أخلاقة جميع النشاطات التجارية لكن المقابل أيضا ممكن مرحلة ثانية أيضا التفكير مع زملائنا وشركائنا في جمعية الحمير المستهلك أخلاقة السلوك الاستهلاكي أيضا هذا الحقيقة كلنا مسؤولون ومدام كلنا مسؤولون كلنا محتاجون إلى مزيد من التوعية والتحسيس من أجل أخلاقة جميع نشاطاتنا سواء نشاطاتنا التجارية سواء نشاطاتنا الاستهلاكية فقط اسمح لي كالنقطة هنا أشير إليها مدام الحديث متعلقين العودة إلى الحياة الاقتصادية لكي المواطن يفهم والتاجر يفهم والحيرف يفهم العودة إلى الحياة الاقتصادية عندما قررت الحكومة العودة إلى الحياة الاقتصادية وكذلك العودة إلى ممارسات تجارية وحيرفية كانت مغلقة ليس معناها أن الخطر زال الكثير من الناس يمكن أنampa 정말 اننا سيع الدخله سنر convincing الحياة الطبيعية معناها الخطر زال لا الخطر ما زال قائما الخطر ما زال قائما لا معناها ما معناها مع أنها يجب أن نستمر في التمسك بأعلى درجات اليقظة. والتقيود بشرط الوقاية. مؤسسات الصحة في الجزائر. الأطباء في الجزائر. وزارة الصحة في الجزائر. وزارة الصحة في كل دول العالم. الأطباء في كل دول العالم. كبريات المخابر الطبية والصحية والأدوية في العالم. بل حتى المنظمة العالمية للصحة. كلهم يقولون وأكدوا أن ممكن فيروس كورونا يبقى في شكل خطر على البشر والإنسانية. ستة أشهر أو عام وممكن عامين. إذن لذلك العودة للحياة الاقتصادية والنشاطات التي يجري فيها. ليس معناها إزال الخطر. بل يجب مضاعفة التقيد بشروط الوقاية من جهة والشروع في الحياة الاقتصادية. لأنه لا يمكن من جهة أن نبقى من مستقبلا بين خوفين. خوف الموت بكورونا وخوف الموت بالمشاكل الاجتماعية. فقط نقضي. باختصار شديد. المستهلك ليست مهنة. من أجل أخلاقات المستهلك. ولكن ترشيد عملية الاستهلاك وتوجيه المستهلك من أجل أن يكون الاستهلاك راشد وسليم. ولكن عندما تحثوا على مهنة. يجب أن هذه المهنة يتحلى بها الأثناء. جيد. وصلت الرسال ما بين الترشيد والأخلاق ربما هذا موضوع. سنثيره. كل شيء مرتبط بالأخلاق. جيد. كل شيء يحاجه إلى أخلاق. سنثيره في حصة أخرى سنثيره في حصة أخرى. شكرا جزيلا لك. رئيس الجمعية الوطنية والتجاري والحرفيين. شكرا جزيلا لك. على الحضر. والسيد محمد عيساوي. أيضا رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك. حمايتك. شكرا جزيلا لكما. متواصلنا معكم مشاهدين إلى الملف الثاني. لكم صحة. نجاح ورفع الحجر أصحي. خاصة بعد استعناف بعض النشطة الاقتصادية. مربوط ومرتبط. لزاما بالحفاظ أو الالتزام أيضا بالإجراءات. الوقائية الصحية. سيكون هذا ملف الثاني من برنامج الجزائر اليوم. مع الدكتور موسى قوادر الطبيب الاستشاري. مرحبا بكم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تربيتي دعوة سيد موسى قوادر اليوم تدخل مرحلة الأولى. عودة بعض النشطات الاقتصادية. عودة هذه النشطات الاقتصادية يعني عودة الحركة. ويعني مباشرة أنه سيكون فيه احتكاك أكثر ما بين المواطنين. وهذا الشيء الذي دائما ننصحه بتفاديهه الآن سيد موسى قوادر. كيف يمكن أن نجمع ما بين مزاولة هذه النشاطات. وما بين الحفاظ على الصحة العمومية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نقولها ونكملها حتى في الختام. يعني نهاية الحجر الصحي. ما شيء معناها نهاية الوباء. وما شيء معناها نهاية الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العمومية. نهاية الحجر الصحي. أولا ما تقدرش تكون نهاية هكذا. لازم تكون نهاية تدريجية أولا. ثانيا هي مرتبطة كثير بكل الإجراءات الويقائية. سواء من طرف التجار أو من طرف المواطن. ونقول من طرف المواطن لأن التاجر هو مواطن قبل ما يكون تاجر. وحتى التاجر ربما يكون مشتري عن التاجر وحده. نجملها في سلوك عن المواطن بصفة عامة. الإجراءات الويقائية لازم تكون تتبع ربما أكثر من الوقت الذي يفات. على خطر الوقت الذي يفات كان الاحتكاك كان نقص لأن المحالات كانت مغلوقة. وسائل النقل كانت مكانش. الناس لم يخرجوا بزاف وكنا نقولوا التزم البيت نتاعك. اليوم ستقول لنشاطات تبدأ تدريجيا. ويكون احتكاك أكثر. ويكون الناس في الشارع أكثر. وناس في المحالات أكثر. ولهذا كطبيب النصيحة التي نستطيع أن نمدها المواطن. هو أن إذا كنا نقولوا الإجراءات الويقائية لازم تكون مثلا 70% مع هذا الرفع الحجر والنشاطات هذه. لازم تكون 90% أو 100% الإنسان يكون حاذر على رحول. لأن النشاطات ستبدأ والإحتكاك سيكون. وهذا الشيء هذا هو اللي يستطيع أن يسبب انتشار الوباء. والله عودة انتشار الوباء. الحمد لله نرى في النتيج ستنقص. جيد. دكتور الإنسان بطبيعته الإنسانية لما يتابع الأخبار وخاصة الأرقام والإحصائيات. لما يشوف أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا لها شفاء أكبر من عدد الإصابة. وأكبر من الوفيات. ربما يكون فيه استهزاء. دكتور. ماذا نقوله المواطن لما يقرأ هذه المواطنية؟ والله أنا في وقت فات كنت قلت باللي المنظومة الصحية. يعني وقعت ضحية نجاحها. ضحية نجاحها. وقلتها من قبل ضحية نجاحها. ولكن هذا النجاح هذا. نحن لازم نستغله بصفة إيجابية. لا نستغله بصفة سلبية. إذا كان قلنا نجاح هذا الشيء. هذا النجاح نتعى الأرقام. هذو اللي رأنا نشوف فيهم. هذا لازم يكون حافز كبير. لنزيده بالإجراءات الوقاية اللي يكون نتكلموا عليها. ما لازمش قال. حنا وصلنا لواحد الدراجة. أين الوباء؟ يعني تمكننا من السيطرة عليه نوعا ما. قال خلاص. هذه أولا. ثانيا كان بعض الناس اللي يقول لك ترك الوباء. ما بقاش يقتل. ما بقاش كذلك. حتى لما يشوفوا بعض النماذج في بعض الدول عبر العالم. يقول لك عادت الحياة بصفة طبيعية. وعادت بطولات الكرة القدم. الحياة تعود بصفة طبيعية. ولكن كما قلت لك تعود تجريجيا. بالإنتزام. بالإجراءات اللي لازمها. على خطر. ربما. الشيء اللي المواطن البسيط لا يعرفوه. هو أنه كما في بعض الأمراض. يسميه الفيروبون. الفيروبون. ما معناها؟ كما الكرة التي تخبط وتعود تتربون. إذا كان ربما عودت انتشار ثاني للوباء. ربما يكون أخطر من الانتشار الأول. وهذا لازمنا نتفاداوه. وما لازم نوصل إليه بأي طريقة. ولهذا الحزم والتوعية لازم تكون كبيرة. عند كل المواطنين في كل الأماكن وفي كل ظروف. نعود أن نرجع للإجراءات الآن. مدام في احتكاك كما قلنا دكتور موسى قوادر. في احتكاك إلزامية حمل القناع الواقي. الآن أصبح أكثر من ضرورة ربما مواطنين لما كان في بيته. ربما فيه تهاون لما يخرج. لكن الآن رأي يخرج ويمارس نشاط. رأي يروح للمحلات التجارية والمساحات التجارية. ربما بعد ربعض أجواح يكون فيه النقل أيضا دكتور. الآن نعود أن نرجع إلى إلزامية القناع الواقي. القناع الواقي. ذلك ما فقاش تكلمنا عليه مرارا وتكرارا. القناع الواقي. ذلك رأي الله تقريبا. عادة يومية. عادة يوميا أو لا كما الإنسان يلبس اللباس. يلبس اللباس ما ينساش البدل أن يعود. ما ينساش القناع. القناع الواقي هو الوسيلة الأولى. والوسيلة يعني الفتاكة لهذا الفيروس. الخطر القناع الواقي. كما اسمه يقول. يقي الإنسان من الناس. ويقي الناس من الإنسان. أنا كنت ندير القناع. نحافظ على الناس ونحافظ على نفسي. ولهذا درك القناع الواقي يبقى إجباري ولو أنا نروح أبعد درجة نهار آخر إذا كان كائن مثلاً ولاة الحالة عادية حتى في حالة زوكام في حالة مرض في حالة الإنسان يقول لي يدير القناع الواقي هذا باش يحمي نفسه ويحمي الآخرين دكتور الآن لما ترجع الحياة العادية ويعود رجع النقل نعرف أنه وسائل النقل خاصة في بعض المناطق تكون مكتظة مع أنه المؤسسة الوطنية للنقل الحضاري دات بعض الإجراءات يعني 25 مسافر في الحافلة لا أكثر يعني دات بعض الإجراءات الآن مواطن هو ملزم ومجبر أنه يخرج لكن يقدر يخرج ويقدر يسعد في الحافلة ويلتزم بالإجراءات دكتور هو الإجراءات الإنسان إذا كانت حتمت عليه هو كل ما يقدر يتفادى هذه التجمعات والناس محشورين في بعضهم ماذا به يبعد عليها ولكن إذا كان مثلا تحتمت ووصلنا وين في مكان وين فيها بزاف الغشي على الأقل ما يكونش إنسان مقابل الإنسان مثلا أراني في الحافلة واحد راه داير هكذا الأخر يدور هكذا حتى لو كان يسعل ولا لو كان يتكلمون له ما تكونش المواجهة مباشرة من إنسان للإنسان نحاول أن تفادوا هذا الشيء باش تنقص هذا العدوى هذه دكتور ربما عجلا أم أجلا أكيد ستعود الحياة العادية وستفتح المطارات والكثير من المواطنين ستنقلوا بفعل السياحة أو العمل أو غير ذلك إلى بلدان أخرى هنا أيضا يجب الالتزام أكثر سرامة في هذه البلدان دكتور سرته كان بلدان اللي فيهم بزاف فاتونة في الحالات لازم الإجراءات تكون أقوى والإنسان الخطر راه مخاطرة بالحياة تنتعى الإنسان راه خاطر بحياته ولما يخاطر بحياته راه خاطر بكل المجتمع اللي داير بها العائلان تاعوا أولا والزملاء تاعوا في العمل والله في التجارة والله الإنسان راه مخاطرة بالحياة تاع الإنسان ما لازمش نلعبه بالحياة تاعنا الإجراءات مراهيش يعني وعرة بزاف لباس القناع الواقي والغسل التباعد بهذا الشيء هذا نقدر نخرجه من الأزمة هذه جيد دكتور للأسف العديد من المواطنين لازالوا سجناء ولازالوا حبيسي بعض الأخبار الكاذبة والأخبار المغلوطة التي تتحدث عن هذا المرض وتنقس من خطورتهم الذي كدكتور ما الذي يمكن أن نقوله لهؤلاء المواطنين لما زالوا يتبعوا في هذه الأخبار الكاذبة دكتور والله كان بزاف الناس اللي رأي تكذب في الأشياء هذا اللي رأي نقوله شرتوا عبر المواقع التواصل الاجتماعي هذا يعني ربما لازم تكون رقابة للمواقع هذا على خطر دركوا لا من هبه ودبه يكتب ومن هبه ودبه يقول أشياء أنا مثلا قرأت أشياء أصدقاء اللي حطوا ماتوا اللي حطوا الأقوال الكاذبة هذه رأي تمشي بزاف في التواصل الاجتماعي وما لازم نمنوك كل ما نشوفه ولا كل ما نقرأه هذه أولا ثانيا ما نمنوك غير الإنسان أنا مثلا ما نقدس نتكلم في الميكانيك ولا نتكلم في التجارة ولا نتكلم ما شيء في الميدان تاعي لازم كل إنسان يعني يلتزم بالميدان تاعه وبالمعلومات تاعه اللي كي يتكلم كلمة لازم يكون مسؤول عليها أما أمام الله أولا وأمام المجتمع المدني دكتور ما نشوف الآن بعد الخروج من هذه الأزمة الصحية يجب تفعيل بعض البروتوكولات الصحية داخل المستشفيات دكتور هي يعني أنا نظن من المفروض أن تكون موجودة يعني ربما راح تتمرك عليها ما عليش ولكن أنا نظن باللي أربي سبحانه كل شيء اللي يعطيه هنا فيه فايدة حتى الوباء هذا يعني علمنا بزاف الحويج وهذا الحويج هذا كان ربما حويج سلبية كنا نتكلموا عليها ولكن كان بزاف الحويج الإيجابية اللي تتعلمناهم ولازم نثابروا عليهم ولازم نبقى نتبعوا في هذه كل الإجراءات هذه اللي درناهم سواء يعني بالدرجة الأولى في المستشفيات بيانسير على خطر المستشفيات يقصدهم المريض نعم ويقصدهم الإنسان اللي ربما حامل الفيروس ولكن في كل أماكن وفي كل أماكن العمومية وحتى في البويوت نتاعنا لازم نأخذوا الإجراءات التوانا دكتور ربما أزمة مثل هذه تعود ترجع إلى الواجهة طبيب العائلة كما كانوا يسمى من قبل اللي يتابع هو بصفاء دورية يتابع المواطنين هي يعني حب ذلك وكنت وليها كذلك على خطر احنا كنا تكلمنا عليها بزيف المواطن الجزائري ما عندوش يعني يتبع طريقان لعلاج انتاعه مثلا اليوم جا عندي مواطن ربما كشفت عليه عاتيت له دواء ربما منفعوش من الأحسن يعود يولي لينا باش نعود الراجع نفسي ونعرف نحوص على حاجة واحدة أخرى حنا عندنا المواطن يروح للطبيب منفعوش الدواء يبدل طبيب واحدة أخر ولي يأخذ دواء بصفة فردية هذك أخطر يروح للطبيب واحدة أخر طبيب واحدة أخر وش رح يخمم رح يخمم نفس الشي اللي يخمه الطبيب الأول ويعاود له سمات يبقى في الكرة ماشي ماشي بالعكس لو كن يولي للطبيب انتاعه وعنده طبيب يعني اللي يفيق فيه ويحكي معاه والآخر الطبيب هذك رح يراجح التشخيص اللي داره والدواء اللي داره وربما يخرج بنتجة واحدة أخرى لتكون إيجابية للمريض هذا وطبيب العائلة يعني هو راح يولي شغل فرد من العائلة يعرف العائلة ويعرف الأمراض انتاحة ويعرف كل الأشياء هذه دكتور موسى قوادر طبيب الاستشاري شكرا جزيلا لك على الحضور معنا نبقى نستفيد دائما من توجيهاتكم شكرا جزيلا لكم الله يسلم بكم ورحمة الله شكرا متواصلون المشاهدين دائما مع فقرات برنامج جزيلا اليوم إلى فقرات الاختصاد ترجمة نانسي قنقر من أخبار مجمع الحجار وصولا إلى أسعار الذهب الأسود والذهب العصفر تقول زميلة نيني النوار في أخبار الاقتصاد مرحبا بك مرحبا زميلي سيد أحمد مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد لهذا الأحد والبداية من مجمع الحجار فبعد 15 يوما من التوقف عادت وحدة تحضير المواد لمجمع الحجار للعمل وذلك في وقت قياسي بالنظر إلى حجم وظروف سير الأشغال التي استكملت يوم الرابع جوان من خلال إجراء تجارب كانت إيجابية لتشغيل المنشآت وكذلك التجند والالتزام لجميع الكفاءات للإشارة فإن هذه الوحدة مستعدة لإرسال مختلف المواد نحو الفرن العالي تسعد الشركات والصناعية لاستئناف نشاطاتها من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات للتكيف مع متطلبات مكافحة وباء كوفيد 19 حسب ما أفاد به منتدى رؤساء المؤسسات نشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة على مستوى الشركات الصناعية والمؤسسات بصفة عامة مراعاة للضرف الصحي الحالية على أن تكون نسبة النشاط حوالي 60% من طاقة المؤسسات إلى قرار الاجتماع الوزاري الحادي عشر لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترولي أوبيك وشركائها غير الأعضاء الذين وقعوا على إعلان التعاون المنعقد أمس عبر تقنية التحاضر عن بعد على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج القياسي لشهر جوان بتسعة مليون برميل فاصل سبع يوميا وتسعة مليون فاصل ستة يوميا خلال شهر جوبيليا وسيجتمع أعضاء الأوباك وشركائها مرة كل شهر خلال الثلاثة أشهر القادمة لتقييم الاتفاق ودراسة وضعية سوق النفط وإلى العالم عودة والحياة الاقتصادية تدريجيا وسط تعافي في أسعار النفط يقول مالك درحمون في هذه الورقة الحياة تعود تدريجيا بعد جائحة كورونا التي أغلقت العالم دول وحكومات راهنت على إجراءات التباعد الجسدي لأجل كبح تفشي كوفيد-19 الذي دام قرابة ثلاثة أشهر والذي أثر سلبا على حياة الأشخاص وبدأت تداعيته الاقتصادية تظهر جليا الصين هي أولى الدول التي اعتمدت خطة التباعد الجسدي والعزل التام لأجل التقليل من عدد الإصابات حيث حذت حذوها دول العالم التي انتشر فيها الوباء كإجراء وقائي وبعد تراجع المعدل اليومي للإصابات شرعت العديد من دول العالم في التخفيف من قيودها لعودة اقتصادها الذي عرف تراجعا على كل المستويات أما أوروبا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا من الوباء فقد بدأت في تطبيق قرارات الفتح التدريجي حيث شرعت إسبانيا في فتح المقاهي والمطاعم والمساحات الخضراء أما إيطاليا فقد قررت إعادة بحث العديد من النشاطات ولحقتها عديد الدول الأوروبية من بينها بريطانيا التي تعد أكثر الدول تضررا من الفيروس حيث قررت فتح محال التجزئة ابتداء من منتصف الشهر الحالي يأتي هذا في ظل عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي حيث تواصل أسعار البترول ارتفاعها وتجاوزت سقف الأربعين دولارا لأول مرة منذ ظهور الجائحة بعد تسجيل العديد من دول العالم خسائر فادحة في مختلف المجالات وارتفاع معدل البطالة إضافة إلى شركات الطيران التي عرفت إفلاس العديد منها الجزائر أعدت بدورها خارطة طارق استئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري على مرحلتين الأولى بداية من الأسبوع الحالي والمرحلة الثانية تتزامن مع منتصف الشهر ويبقى مشروطا بالتقييد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية على غرار باقي دول العالم وإلى أسعار الدهب الأسود التي تعرف انتعاشا هذه الأيام حيث وصل سعر البرميل اليوم إلى 41 دولارا فاصل 96 للبرميل إلى الدهب الأصفر حيث شهدت أوقية الدهب اليوم انخفاضا بنحو 20 دولارا لتتراجع إلى 1686 دولارا ونختم نشرتنا الاقتصادية مشاهدنا بأسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري نتابع نهاية النشرة الاقتصادية شكرا لكم مشاهدين على كرمي المتابعة الآن العودة إلى زميل سيد أحمد وتتمت فقرات برنامج الجزائر اليوم شكرا ناري بهذا نصر الله ختم برنامج الجزائر اليوم نلتقي غدا بحول الله سلام اشتركوا في القناة